كنت شرحت في الفيديو السابق خطوات تصميم صور باستخدام الذكاء الاصطناعي وهذه الصور لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي وما يطلق عليها صور تريند السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر اللو اكس حاليا او يوتيوب وهسيب لك رابط الفيديو في الوصف اسفل الفيديو وكمان هيظهر امامك في علامة الاي اعلى الفيديو في حلقة النهاردة هعرفك ازاي تستخدم هذه الصور ولكن باستخدام صورتك الشخصية يعني الصورة دي هتبقى الصورة دي وطبعا باستخدام الصورة دي فتابع معاين اهلا بكم من جديد اعزائي المتابعين معكم واق الربيع موقعنا النهاردة باستخدم العديد من ادوات الذكاء الاصطناعي وهسيب لك رابط الموقع في الوصف اسفل الفيديو كل لعليك انك تضغط على الرابط هتفتح الصفحة الرسالي للموقع زي ما حدرك شايف امامك من الادوات الموجودة في هذا الموقع هي اداة تبديل الاوجه الموجودة في الصور او الفيديوهات ايضا ادوات توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي كل اللي عليك انك تكتب الوصف الخاص بالصورة ويقوم الموقع بتوليد هذه الصورة ايضا من مميزاته ميزة الانكروب ايميج وهي عملية توسيع او تديق خلفية الصورة وايضا ميزة اخرى موجودة في هذا الموقع وميزة جميلة جدا وهي الاي اي اي ايميج ابسكيلر وبتعمل على عملية تكبير الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تعزيز دقة الصورة زي ما حدرك شايف دي الصورة القديمة ودي الصورة الجديدة ايضا من مميزاته وجود الووتر ماركي ريموفر ازالة العلامة المائية من الصور وايضا الاي اي اي اوبجيكت ريبليسر يعني تبديل الكائنات ان انا ممكن ابدل الكائنات الموجودة داخل هذه الصور واخيرا الاي اي فاشن موديلز وهي توليد عرضات الازياء باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن انا هستخدم في حالة النهاردة ميزة تبديل الاوجو زي ما حدرك شايف مكتوب عندي هنا فيس اسويب وعندي هنا مالتي بيل فيس اسويب لو الصورة الاصلية اللي حدرتك هتبدل فيها الاوجو موجود فيها وجه واحد فهنضغط على فيس اسويب ناو ولو حدرتك هتستخدم صورة اصلية موجود فيها اكثر من وجه فهتضغط على مالتي بيل اسويب ناو طبعا احنا صورتنا النهاردة فيها اكثر من وجه فهضغط على مالتي بيل اسويب ناو بتفتح معاك الصفحة اللي حدرك شايفها زي وزي اي موقع ممكن يطلب مني هنا تسجيل الدخول فبضغط على لوجين انت ساين اف واستخدم الجيميل الخاص بيا بتختار طبعا الجيميل اللي انت عايز تسجل به بكده اعتم تسجيل الدخول طبعا حدرتك اول ما بيتسجل في الموقع بيديك تلاتين كريدت زي ما حدرك شايف كده تلاتين كريدت يعني تلاتين نقطة ممكن تستخدمهم داخل هذا الموقع و لو حدرتك ناستخدم النسخة المدفوعة ممكن نضغط على مس بيديك مميزات كل نسخة عندك يعني عندك هنا مية وخمسين كريدت تمانهم اتنين دولار تسعة وتسعين هنا الف ومいて كريدت وهاليهم طبعا خصم عشرة فيل مية باستخدام كود برومو بتاخد او بتدفع ساعتاشر تسعة و تسعين دولار وعندي ايضا تلات تلاف كريدت وعلى الهم عشرة فيل مية خصم ايضا بتدفع تسعة واربعين تسعة و تسعين دولار ده طبعا بالنسبة لو حضرتك عايز تشتري النسخة المدفوعة والكود زي ما ظهر امامك هو ده البرومو كود. احنا هنستخدم النسخة المجانية. هتلاقي مكتوب عندك هنا يعني اوجه متعددة. وزي ما انا قلت في بداية الحلقة ان الصورة بتاعتنا النهاردة موجود فيها اكتر من وجه. فكل اللي عليك هتضغط على وتحمل الصورة اللي حضرتك محتاجها وتقول له قبل. حملت معاك الصورة طبعا تلقائيا بيقوم الزكاية الاصطناعي بيعملية تحديد للأوجه الموجودة في الصورة زي ما حضرك شايف. الصورة هي فيها واجهين تم تحديدهم. لو انت نزلت في الاسفل كده مكتوب اسويب تو كريدت يعني الصورة الواحدة بياخد عليها الموقع اتنين كريدت. طيب كل اللي عليك هنيجع لعلامة زي دينا نضغط عليها وتجيب الصورة اللي حضرتك عايز تبدلها اللي هي صورتك الشخصية. بتقول له اوبن. وايضا تيجي على الوجه التاني. لو حضرتك عايز تغيره اوكي مش عايز بتسيبه زي ما هو ما بتغيروش. تضغط على الزايد. وتجيب صورتك. وتقول له اوبن. كده انا اخترت الصورتين يعني الوجه ده هغيره بالوجه ده. والوجه ده هغيره بالوجه ده. ممكن تستخدم طبعا صورتين مختلفتين. عادي جدا ما فيش اي مشكلة. بعد كده بتضغط على سويب. بعد ما تغطي على سويب طبعا الموقع عمل عملية تبديل للوجه. زي ما حضرتك شايف. على يدك الي صار هنا الصورة الاصلية. وعلى يدك الي مين هنا الصورة الجديدة. بعد تبديل الاوجه طبعا. بيديك امكانية عملية تحميل للصورة ده واللود. بنضغط على ده واللود بيتم تحميل الصورة. وعندي هنا ممكن احول الصورة كمان الى فيديو. الصورة اللي قدامي دي ممكن احولها الى فيديو. في الاول هنقول له ده واللود. وفعلا نحمل الصورة نشوف شكلها. ادي الصورة ايه تم تحميلها. عمل عملية تبديل للوجه داخل الصورة. نقفل كده. لو ضغطت عليها هيحول الصورة دي الى فيديو. هنضغط عليها. image to video. طبعا هنا عمل عملية تحديد للصورة تلقائيا. ودي طبعا عليها خمستاشر كريدت. لو حضرتك ضغطت على generate هياخد منك خمستاشر كريدت. انا حاولت صورة واحدة فاصبح هنا معي تمانية وعشرين كريدت. انا مش هستخدمها طبعا. ولكن انا حبيت بس اوريك طريقة تحويل الصورة الى فيديو. لو ضغطت هنا هيحول لك الصورة دي الى فيديو. وتظهر عندك هنا على ايدك اليمين. وبكده يكون وصلت لحناية حالة النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشيل للفيديو. واكتب لي في تعليقات رأيك ايه في الموقع. ولحضرتك اول مرة زورنا. يسعدنا وشرفنا انضمامك للقناة. كان معكم واق الربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة